قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه هذا اليوم بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران عيث بدأت جولته حفظه الله بالاطلاع على الطائرات العسكرية والمدنية وأجهزة الملاحة الجوية والأنظمة الجديدة المتطورة في عالم الطيران كما سار جلالته مختلف أجنحة شركات الطيران واستمع إلى شرح من قبل رؤساء وممثلي هذه الشركات العالمية حول أهم التطورات التكنولوجية والمبتكرات الجديدة التي يشهدها قطاع الطيران المدني والعسكري وقد أعرب جلالة الملك المفدة عن شكره وتقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة وشركات الطيران العالمية على مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران والتي عكست العلاقات الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بهذه الدول وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائم على تطوير هذه العلاقات وتطويرها لكل ما فيه خير وصالح مملكة البحرين وهذه الدول وشعوبها الصديقة كما عبر جلالة الملك المفدى عن تقديره لكل الجهود الكبيرة التي بدلها سمو شيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل شخصي لجلالة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وأعضاء اللجنة والتي ساهمت في إنجاح هذا المعرض تعزيزا لمكانة المملكة ودورها ريادي على الخارطة الإقليمية والعالمية وأكد جلالته تميز معرض هذا العام من حيث المشاركة والحضور كما أشاد جلالة الملك المفدى بما شاهده من تنظيم متقن ومشاركة كبيرة للعديد من الشركات العالمية الكبرى المصنعة للطائرات المدنية والعسكرية وأجهزة الملاحة الجوية واستخدام أحدث التقنيات المتطورة في مجال الطيران والأمن والسلامة والذي عكس ما بذلته مملكة البحرين من جهود كبيرة في الإعداد والتنظيم ليحقق هذا المعرض المستوى المشرف والتطور الكبير الذي نعتز به جميعا كما أبدى جلالته إعجابه بالعروض الجوية التي عكست قدرة وكفاءة الطيارين المشاركين مشيدا جلالة العاهل المفدى بدور قوة دفاع البحرين المتميز وما قدمته أو ما قدمه منتسبوها من سلاح الجو الملكي البحريني من جهود طيبة في الإعداد والتنظيم ومشاركة متميزة في هذا المعرض والعروض الجوية التي قدموها وعكست قدرتهم وكفاءتهم العالية والتي نالت استحسان وإعجاب الحضور وزوار المعرض كما أكد جلالته بأن معرض البحرين الدولي للطيران أصبح من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية المهمة التي تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتنميته وأصبح كذلك من المعارض المهمة في العالم ويحظى بقبول وحضور كبير من قبل الشركات والمؤسسات التي تهتم بمختلف التطورات الحديثة في علوم الطيران المدني والعسكري وأعراب الملك المفدى عن تقديره لكل الجهود التي ساهمت في إنجاح هذا المعرض تعزيزا لمكانة المملكة ودورها الريادي على الخارطة الإقليمية والعالمية متمنيا جلالته لجميع المشاركين في هذا المعرض كل التوفيق واستمرار النجاح ترجمة نانسي قنقر